موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومشاهدين الكرام حياكم الله إلى حديث العاشرة لماذا تزج ميليشيا الحوثي بالآلاف من عناصرها في محارق الموت في صحراء مأرب ألم يقف الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ورجال القبائل حاجز صد أمام تلك الميليشيات الحوثية ما هو سر التلاحم الكبير بين أبناء الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ورجال القبائل وكل سكان مأرب لمواجهة ميليشيات إيرلو ألم يدفن المشروع الإيراني في صحراء مأرب نتيجة لهذا التلاحم والصمود الأسطوري هذه الأسئلة وغيرها سنطرحها على ضيفي هنا في الأستوديو العقيد نبيل اسكندر نائب مدير دائرة التوجيه المعنوي مرحبا بك أهلا وسهلا أهلا وسهلا بك أيضا سيكون معي عبر الهاتف الشيخ عبد الحق بن علي القبلي والشيخ صالح الشليف الجهمي قبل أن نبدأ النقاش نذهب إلى هذا التقرير ثم نعود فابقوا معنا مستندا للأوهام ظن فأر إيران أن بإمكانه هدم سد مأرب غير مدرك لحقيقة الحال وأن دون مأرب سدود من الرجال هي أثبت في وجه المعتدي من راسخات الجبال سدود سيخلد التاريخ ملحمتها الأسطورية وصمودها في وجه هجمة لم تكتفي فيها إيران بإرسال ميليشياتها الإجرامية فالأذرع الإرهابية لطهران في المنطقة بمختلف لافتاتها باتت تردد علنا بأن معركة مأرب هي المعركة المهيئة لظهور مهديهم المنتظر وأنه ليس بعد مأرب إلا أم القرى أفكار حشدت إيران تحت لافتاتها مختلف أشكال القوة بهدف اقتحام مأرب لتجد عاصمة سبأ نفسها في مواجهة فعلية مع النظام الإيراني بمختلف أدرعه الإرهابية نظام الإرهاب الذي اكتشف أن كيده أمام مأرب ضعيف وأن قوة مأرب تكمن في رص أبنائها لصفوفهم كالبنيان المرسوس وتقدم قياداتهم الصفوف على قلب رجل واحد لا ينبذ قلبه بغير حب اليمن ولا يسقط في فخ الوعود الميليشاوية لبيع الأرض مهما كان الثمن وخلف الصفوف المرتصة في الجبهات والشموخ الوطني الذي اتسمت به القيادات وقف المجتمع بكل فئاته وتنوعاته سندا لا ينضب معينه ولا تفتر عزيمته حيث كل ماربي يرى المعركة على حقيقتها باعتبارها الحد الفاصل بين الكرامة والدل بين مسار الحياة ومسيرة الموت الصمود البطولي والشموخ القيادي والإسناد المجتمعي نسفت مجتمعة كلما روجت له إيران لسنوات عن ميليشياتها وأكدت لليمنيين والعرب جميعا أن مأرب المبتدأ التاريخي للانتشار العربي هي ذاتها خبر النهاية للتمدد الإيراني نكبد العثيين الخسائر الفاتحة في الأرواح والعتاد والحمد لله اجننا على الحجوم ولا زالت الوسائل حقها تحترق ولا زالت مرمية في الوديان ونقول لهم من نزل نحن أمامه في الصحرابات القفى محرقها الكل من نزل يقزي مأرب في الموت مصيرهم لا محال أم مأرب تحرم عليهم كما حرمت على الذي قبلهم أتوا فالسد الماربي أكد عملياً أن توفر الدعم النوعي كفيل بتوسع السد باتجاه صنعاء طوفاناً يغرق مشروع إيران ونهر حياة يعيد الأمل وينتصر لحقوق الإنسان شكراً جزيلاً للزملاء الذين أعدوا هذا التقرير نبدأ معك سعادة العقيد نبيل إسكندر بداية لو تحدثنا عن مستجدات المعارك وما تلاقيها الميليشيات الحوثية في صحراء مأربة الواسعة من الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين في البداية شكراً لك أخي زين على هذه الاستضافة وشكراً لقناة سهيل وكل محبي ومتابعي هذه القناة الجمهورية سبتمبرية التي أحيت الثورة ومعاني القيم في نفوس الكثير من أبناء شعبنا اليمني في الداخل والخارج بداية أصبح الأمر أشبه بالديناميكية اليومية التي لا يكاد يغرب شمس يوم إلا وظهرت ملامحه وظهرت آثاره الحوثي يحشد ومأرب تحصد كانها عبارة اختصرت المشهد بكل تفاصيله وبكل آلامه الحوثي في هذه الأيام وفي الأيام الماضية حاول أن يحشد حقيقة أعداد كبيرة من المغرر بهم زجبهم في جبهات مختلفة زجبهم في جبهات العلم في جبهات ذنى في جبهات العيري في غيرها من الجبهات ولاقت المصير الذي لاقته من قبل دمارا ونهاية مؤلمة ضياعا وتشردا في الصحاري والقفار قتلى وأسرى يئنون يصرخون كان بالآخر حاول أن يفعل الحوثي هجوم على منطقة العلم وبعد أن استفرق كل ما لديه وحشد ما استطاع من رجال وعتاد ومدرعات وحاولوا أن يصلوا إلى بعض المواقع التي يسيطر عليها الجيش الوطني كانت النتيجة هبت العاصفة مرة ثانية فاقتلعت جذورهم ونسفتهم كأنهم أعجاز نخل خاوية لا تسمعوا لهم إلا بكاء وعواء من استطاع منهم أن يفر فهو باكيا منكسرا ومن لم فهو أسيرا متحسرا أو تلقاه جثة هامدة والصورة خير شاهد رأى الناس المشاهد المؤلمة للقتلى والجرحى والأسرى الذين زج بهم هذا المجرم الطاغية في هذه الصحراء القاتلة القاحلة فكان مصيرهم المحتوم أيضا حاول أن يهجم في منطقة صحراء العيريف في جهة الجوبة وحاول أن يقوم بعملية التفاف فالتف فالتف عليه وأتى ليقتل فقتل وأتى ليعتدي فأصبح ضحية وأتى ليعبد فأصبح معبوثا به هذه الحالة التي يقوم بها الحوثي كل يوم يحاول أن يقدم شيئا أن يحرز تقدما أن يقدم لأتباعه طعما يستطيع من خلاله أن يستدر حشودا أخرى حتى يوصلهم إلى هذه المهالك فلا يجد إلا سرابا يحسبه ماءا فإذا جاءه لم يجده شيئا وجد الله عنده فوفاه حسابه لكن الميليشيات تتحدث يعني يوم أمس وقبلها بأنهم قد سيطروا على بيت المحافظ في كراء وأنهم يعني أصبحوا في أطراف المدينة شنشنة نعرفها من أخزم كما يقول المثل العربي الحوثي يبني أفكاره على الكذب وقاعدته يكذب ثم يكذب ثم يكذب حتى يصدق الناس كذبته وبعض المغفلين والمخدوعين والمغرر بهم ما زال يعاني من هذه الفوبية التي صنعها لهم الحوثي أنه إن لم يقفوا معه إن لم يدخلوا معه مارف سيكون وسيكون وسيكون وبالتالي هم يعيشون الوهم وهم أنهم سيطروا جنون عظمة أنهم على كل شيء قدير هذا الأمر ليس بالجديد كما ذكرت لك أخي الكريم لعلك تذكر ويذكر المتابع الكريم أن هذا الأمر من قبل تقريبا ثلاث سنوات والحوثي يردد كل هذه الكلمات وتم جمع التصريحات التي صرح بها الحوثي أنه دخل مارف ستكون تقريبا أكثر من عدد قرى مارف ومناطق مارف يعني وكل يوم يقول قد دخل مارف ويقول أنه قد سيطر على مارف ويقول لكن لا نستطيع أن نقول عندما نسمع مثل هذه الشائعات إلا العتب كل العتب ليس على الحوثي لأنه يتنفس كما يكذب كما هو معروف وأصبح معروف عند الصغير والكرير هذا الكذب والهراء الذي يهري بل لكن العتب على من يصدقون نعم لماذا يصدقون يعني خاصة في المناطق التي لازل يسيطر عليها هو يحشد باستمرار يعني نحن نجيد الآلاف يقتلون يعني والمئات يقتلون يوميا يعني من أين يأتي بهؤلاء يعني وهما يرون الصناديق والجنائز يوميا وفي قنوات أيضا نعم هناك عدة اعتبارات لهذه المسألة ويمكن أن يكون حتى للأخوة الذين في المناطق التي عند الحوثي أن يستفسروا من هذا الأمر وأن يستوضحوا منه بأول أمر وهي قضية أن الحوثي بمنطوقه أو بمنظوره الاستفاء قاعدة الاستفاء وعقدة الاستفاء ليس لديها مشكلة حقيقة في أن يقتل من يقتل المهم أن تحافظ على صفة الاستفاء يعني المهم أن يحافظ على السيد فليقتل وليباد من ممكن أن يباد وهذه منهجية معروفة عند الأئمة من القديم كانوا يقاتلون حتى يجمع كل إمام من استطاع من القبائل ثم يقول لمن معه أنه هو الإمام المنتصر الذي لا يقف أحد أمامه ويقاتل حتى ينهي كل من معه من القبائل فإذا ما انتهى القبائل الذين معه يرسل رسالة إلى ابن عمه الإمام الآخر ليتصالحوا ويخرجوا بوثيقة ثم يكتبوا في نهايتها فحفظ الله الإمامين وأهلك الله القبائل حصل في مرة من مرة أنه كان في صنعة فقط حول صنعة 12 إمام وكل إمام يحشد من استطاع من القبائل ويحصدهم حصدا ليس له مثيل ثم في الأخير أن استطاعوا أن يصلوا إلى الحكم فحققوا ما أرادوا ولم يخسروا شيء وإن لم يستطيعوا فالحجر من القع والدم الرأس القبيلي هذه القاعدة هذه نظرة الاستفاء في هذا المسألة وهي مسألة خطيرة لا بد أن يعيها الناس أنهم يقولوا هكذا أنه ليس لديكم مشكلة أن تموتوا المشكلة كيف تحيوه ما زال السيد لم يصل إلى ما يريد المسألة الأخرى أيضا هي مسألة الاعتقاد أن الولاية هي الركن الأعظم هي ركن الدين الأعظم فبالتالي ينصف كل المبادئ القيمية سواء كانت دينية أو إنسانية أو أخلاقية أو وطنية كلها ليس لها معنى ليس لها قيمة بمعنى أنه يجب عليك أن تموت إن كنت متدينا حتى تحقق الولاية يجب عليك أن تموت إن كنت قبيليا شهما حتى تحقق لسيدك الولاية يجب عليك أن تموت إن كنت وطنيا لأن السيد هو الوطن وأكثر ما ستحصل عليه من هذا الأمر أن تنال شرف أن تموت تحت نعال ترابهم الطاهرة هذا أكثر ما يمكن أن تحصل عليه المسألة أيضا الثالثة وهي البعد السياسي أيضا في هذه القضية الحوثي يعلم أنه مشروع ليس له قرار فلذا يستطيع يحاول جاهدا أن يوسع الحريق كل أسرة يجعل منها قتيل ويحسب أنها أضيفت إلى رصيده فيستطيع من خلال هذا القتيل الذي قتل معه أن يحشد من تبقى من إخوانه ومن أقاربه فهو لا يرى أنها خسارة بل يرى أن كل ما سفك من الدماء هو ربح بالنسبة له هو أيضا يعلم أنه سيصل إلى مرحلة بحسب الموّل وبحسب الذي يوجهه يقول له توقف فبالتالي سيقدم لهم الفاتورة ولا بد أن تكون الفاتورة كبيرة من أجل أن يستلم المقابل على هذه الفاتورة يقول لهم أنا قدمت الآلام في مأرب وقدمت 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 فكلما زالت الفاتورة كلما ارتفعت المرتبة هم ينظروا على أن هذا خير وبركة فاليمنيين ما خلقوا إلا ليموتوا تحت أقدامهم وكل من ينال شرف أن يموت تحت حذاء السيد هذا قد نال خير وبركة كما قال محمد البخيتي عندما يتحدث مع أصحاب دمر قتل منكم يا أصحاب دمر كالآلاف وهذا خير وبركة للدمار نعم ليست البركة في بقائهم وحياتهم إنما البركة في موتهم وزوالهم وهنا تبدأ الإشارة إلى أننا لن نراهن ولا يمكن أن نراهن على دين الحوثي فلا دين له على إنسانيته فلا إنسانية له على أخلاقه فلا أخلاق له على وطنيته فلا وطنية له على ما الذي نراهن اليوم الذي نراهن اليوم على أبناء شعبنا على أبناء القبائل أنا أقول ومن خلال منبركم هذا إلى أبنائي وإخواني وآبائي في المناطق التي يزج الحوثي بأبنائهم إن كان أبناؤكم لا يعزون عليكم فوالله أنهم عزيزون علينا يعز علينا والله أن نرى قتيلا من أبنائنا ومن إخواننا يعز علينا أن نرى دموعهم على خدودهم وهم يبكون أطفالا يعز علينا أن نراهم جرحا وكسرا يموتون في الصحاري والقفار يعز علينا هذا الأمر فلماذا تقحمون على الأمر الذي نكرهه لماذا توصلون على المسألة التي لا نحبها لكن بالنسبة لنا ولا من انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يبغون في الأرض هؤلاء السبيل على الذين يظلمون ويعتدون على الناس هؤلاء هم الذين يتحملون التبعه ويتحملون جريمة ما يقومون به نعم دكتور رغم هذه الحشود الكبيرة تحدث الحوثيون عن مقتل قرابة 15 ألف من عناصرهم اعترفوا قبل أيام خلال خمسة أشهر فقط في مأرب وهو الرقم كبير وما تلت تصريح هي أرقام أكبر بكثير خاصة خلال الأيام الأخيرة ما الذي يقف وراء صمود مأرب رغم كل هذه الحشود رهان إيران حزب الله يتحدث دائما عن معركة مأرب وعن سقوط مأرب إلا أن مأرب قد شامخة وصامدة ما الذي يقف وراء هذا الصمود والشموغ ببساطة أخي الكريم قتلت ابني فتقول لي لماذا أقاومك فجرت بيتي تقول لي لماذا أقاومك نهبت أموالي تقول لي لماذا أقاومك حربت ديني تقول لي لماذا أقاومك ألغيت جمهوريتي فتقول لي لماذا أقاومك ليس العجب كيف صمدت مأرب العجب كيف سقطت باكية المحافظات ليست العجب أن يصمد هذا هو النخوة المأربية الأصيلة هذا هو الصمود الحقيق الذي يجب أن يقف معه اليمنيون لو أن كل محافظة وقفت أمام الحوثي عشرة في المئة ما وقفته مأرب لم استطاع الحوثي أن يحكم اليمن ليوم واحد لكن هذا التراخي هو الذي أغرى الحوثي يقول المثل المصري قالوا لفرعون إيه اللي فرعنك فرعون المال إتشلي لميني فالحوثي لم يجد أمامه إلا المرحبين وأصحاب بنت الصاح وأصحاب الكعك والمكعكين الذين تخلوا عن رجولتهم وتخلوا عن كرامتهم وظنوا أنه يمكن أن يحققوا سلاما أو تعايشا مع الحوثي وهم اليوم يكتوون بماره ما الذي يقف أمامه الذي يقف أو الذي يجعل مأرب تصمد أولا الذي يجعل مأرب تصمد مثل ما ذكرت لك أن الذي يقاتل في مأرب والد فجر بيته وشردت عائلته ولد قتل أخاه شقيق قتل شقيقه كريم نزعت كرامته شيخ أهين أمام قبيلته كل هؤلاء هم الذين يقاتلون فكيف لا يمكن أن يقاتلوا وكيف لا يمكن أن يصمدوا وكيف لا يمكن أن يستبسلوا إن كل واحد في مأرب يرى أنه ليس أولى بالحياة من أهله ومن أقاربه الذين قتلهم الحوثي لكن هناك من يشر إلى هناك تلاحم حتى من أبناء مأرب وأبناء مأرب وقد وقفوا أمام الحوثي في البداية قبل أن يدمر أو يفجر بيوت أو يقتل منهم لكن وقفوا لأجل كرامتهم وثم اليمنيون الأحرار من كل المحافظات التلاحم الحاصل الآن بين الجيش والمقاومة وأبناء القبائل اليوم لم يعد هناك شيء يستطيع أن يفرق اليمنيين لأن الذي يجمعهم أكثر من الذي يفرقهم والمصائب يجمعنا المصابين اليوم أصبح إجرام الحوثي وعنفوانه وظلمه وطغيانه هو مفتاح أو كلمة السر التي تجمع جميع القلوب وتوحد كل المواقف وتجعل الجميع يتخلى عن مطامعه وعن رغباته إلا من استحوذ عليهم الشيطان فأعماهم وأضل أبصارهم لكن اليوم كل القبائل وكل الأحرار وكل الشرفاء قديما وحديثا أدركوا مسألة واضحة أن الحوثي مشروع لا يمكن التعايش معه إلا تحت قاعدة واحدة وهي قاعدة السيد والعبد وهذا هو الذي جعل أهل مأرب يرفضوا هذا الأمر من بداية الأمر أنهم قالوا لا يمكن أن نقبل أن نكون عبيدا لأحد فمن أراد أن يأتي إلى مأرب زائرا آخا متساويا أهلا وسهلا به ومأرب فتحت أبوابها للجميع من دون أن يأتوها مقاتلين ومحاربين ومن أراد أن يأتيها سيدا سيكسرون عنقه ومن أراد أن يأتيها معتديا سيردون اعتداءه إلى نحره فعندما قام أصحاب أبناء مارب وقالوا هذه الكلمة جمعوا حولهم بالتالي كل الأحرار وشرفاء الذين لا يقبلوا لأنفسهم أن يكونوا خدام خدام السيد أو أن يكونوا خداما لتراب نعالهم الطاهرة أو عبدا لفلان وفلان نعم دكتور إذن دعني أذهب الآن إلى ضيفي عبر الهاتف الشيخ صالح الشليف الجهمي الشيخ صالح بداية كما تحدث الدكتور نبيل حدثنا عن التلاحم القبلي الشعبي مع الجيش الوطني يعني لمواجهة ميليشيات الحوثي وهما يقفون صفا واحدا في كل جبهة القتال أولا أشكر الله بنتي النابس الذي يكل على اليمن الجين في هذه الساعة وإنسان الله الراضع الذي في إسلام محاوظة معرب وخطوب الشعاب الذي سعد وواضح وجلب أن التلاحم بين أبناء معرب والجبائل والجيش الوطني الذين يباكدون هذه الميليشيات الحوثية التي انجلبت على الشرعية صادم بأبهى صورة وذلك أنه ما حدث بينهم أغفرها فللعب الصورة تجد أنهم بالمتالس عنهم أخوة لذلك أنهم بالمتالس يعيزونها في الشعوب وفي الألم وهذا ما قوى صمودهم وزباتهم أمام هذه الميليشيات التي تريد أن تصادل حقيات الناس وأن تذهب بحقوقهم وأعتقد أن هذا السؤال نجيب عليه الواضح أكثر من القلب لأن لو كان هناك لم يكن هناك السلام إلا ما كان هذا السباسر الذي لا نريف له أرون هذه الزحوظ وهذه السباسانة التي يخرجها هذا العدو الراجل الذي لا يهد لقلع مدني ولا قلع صغير ولا شبيل وقالت هذه النتيجة لهذه السباسة وهذه السباسة وهذه السباسة الأسطورة نعم شيخ صالح ما الذي دفع كل هؤلاء يعني للحضر إلى جبهة القتال وإلى التلاحم والتعاضد الحاصل يعني لمؤازرة الجيش الوطني والمقاومة الشعبية والتوايد في كل جبهة القتال الذي دفعهم بجالة لأنهم رؤون المناطق التي يفتح عليها الغوزي وما ينجب من هناك من تغيير للخضويات والمسادرة للحضوظ من السلاح والأموال والحضوظ الشخصية جعلهم يستخدمون الأموال من هذا العجو أيضا هو انقلاب لا شرعية له ويريد أن يختم المات برفوة يريد أن يختم الناس بالطبع كله يريد أن يعيد الناس إلى الزمر ما قبل الهلاد اللي لا يكون إلا عنه حاكم أرمان النصر المقرنة الأسراء المقدلة وهذا أدرسه أبناء هذه المناطقة وأبناء الجبائل التي تتبعى من جهز الوطني وكل الناس في هذه المعارضة أدرس هذا الشيء ممكن وكلاحهم أبناء بعنهم وتعارضوا جعلهم قضا واحد لأنهم يعلمون أنهم سيعيشون سوضل هذه الميليشيا بالحضرية وبلا ترامة وأنها تتصادر حقوقهم وأنها لا يتعطر إلا جناسها وأبناء منقلة تنزل داعا على الشرعية وجاءت تحكم الناس الحديثي نعم شيخ صالح وأنت أحد قيادة المقاومة الشعبية يعني في ميادين القتال بالتالي ترى كيف تزج ميليشيا الحوثي بقطعانها من الأطفال ومن المغرر بهم في الجبهات هل يعني أن الميليشيات يعني لا يهمها من يقتل ومن يلقى مصرعه يعني وينفذوا مقولة أجدادهم الحجر من القاع والدم الرأس القبيلي بالنسبة لهذا الموضوع هناك مقاطر صور انتجرت في الغرم عن ذكاءة هذه الصور يعني عدم منابات أنها تنابع من فيستطيع الإنسان أن ينظر إليها جد جد يمها أو يعني الميليشيات للجبهات وأوهمتهم أنهم جاهبون إلى طريق الغرام وأنهم لا يوجد أمارهم أجر وأنتدى وأنتدى وجعوا إلى المواجع هذه ولاقوا ما لاقوا ولذلك ما أنطع أبناء القبائل والذيء المغرب بهم في المناسبة التي تستسطر عليها هذه الميليشيا أن يحكموا بأبنائهم وشبابهم والذي يجبهم إلى هذه المحارف فإن الحوذي يوهمهم أنه يتوصل إلى مارس على القوة الذي يبينها وفيه مارس القوة الواتع والشاسع البريد عن المحاربة لأنه يوهمهم بدالك ويسجدهم في هذه المحاربة وفي هذه الأماكن أنه لا يلقوا بها إلا الهلاس لذلك الإسالة نعم إلى كل المغرب بهم أحضروا أولادكم أحضروا شبابكم فإن الحوذي لا جيمة لهم عنده يريد أن يحذب لهم هذا حتى أن الوصف التفاصون مرميا لا يأخذوها ولا يحاولوا أن ينتجلوها ولا شيء من هذا فإن أخذوا أخذوا هذا اليوم سنلطروا عنهم لا يتبعوا من حسان في الستاح ولا يتبعوا عنه ولا جيمة له عندهم لذلك يطلهم أحضروا أبحاثهم جلال رسول قبل أن يلقوا ولا قا من ثبتهم الشيخ صالح الشليف الجهمي كنت معي عبر الهاتف شكرا جزيلا لك عودت إليك سعادة العقيد نبيل إسكندر ما الذي يدفع الميليشيات الحوثية للزج بالآلاف المؤلفة للجبهات ليتيه في الصحراء ويلاقوا مصرعهم هل هناك ضغوط إيرانية عليهم يعني ونحن نرى أن الملف اليمني حاضر في الاتفاق النووي الإيراني يعني النقاشات والمحادثات النووية أيضا حزب الله يتحدث باستمرار عن مأرب وكأنه قائد المعركة حسن إيرلو في صنعاء الحاكم الأول برأيك ما الذي يدفع الحوثيين يعني للزج بكل هؤلاء في المعركة نعم هناك عدة اعتبارات لهذه المسألة أولا كما ذكرنا سابقا أن الحوثي لا يمكن أن يجد أي حرج إنساني أو أخلاقي أو قيمي أو ديني بالزج بأعداد يقتلوا ويحرقوا وينهوا ليس لدي أي مشكلة في هذا الموضوع وكما ذكروا وتحدثت قياداتهم أنهم على استعداد أن يضحوا بمليون واثنين مليون لأنهم لا علاقة لهم ليسوا أبنائهم وليسوا لهم إخوانا وليس لهم لا ينتمون إليهم حتى نستطيع أن يقول أنهم سيحزنون من أجلهم المسألة الثانية أيضا هذه الجماعة أصلا وجدت لتنفيذ المهام القذرة دائما في الشعوع أو الحكومات إذا أرادت أن تستخدم سياسة قتل أو تدمير ممنهج لأي بلد لا يمكن أن تتعامل مع قيادة شرعية أو حكومة رسمية لأن هذه الحكومة ستحاسب فبالتالي تبحث عن جماعات قذرة مثل داعش والحوثي وغيرها من هذه الجماعات من خلالها تنفذ كل المطامع تقتل الخصوم تدمر تفجر تصنع كل ما لا يمكن أن يخطر على بال وهم ليس لديهم مشكلة لأنهم يشتغلوا بحسب الدفع المسبق الذي يقدم لهم أيضا هناك قضية أخرى أنهم يدركوا أنه لا يمكن أن يبقى مشروعهم إلا في حالة الحرب نعم فإذا وجد السلام وجد الإطمئنان الناس بالتالي سيبحثون عن مرتبات سيبحثون عن حياة كريمة سيبحثون عن كهرباء سيبحثون عن نظافة سيبحثون عن مستشفيات سيبحثون عن هذه الأشياء كلها ومن أين هم أن يوفرواها وقد أخذوها وأكلوها اليوم من يقول نريد مرتبات يقول نحن مع عدوان والذي يريد مرتبات هو مع العدوان نريد كهرباء يقول هذا العدوان هم الذين قطعوا المرتبات والذي يريد الكهرباء مع العدوان القاطرات النفط والغاز التي تخرج من مأرب تصل وتحجز في مداكل صنعاء ويقول أمريكا وإسرائيل هي التي قطعت عنكم الغاز العدوان هذا فإذا ذهبت هذه الشماعة بالتالي ما الذي سيتلزقون به على ماذا سيعيشون هناك قضية أخرى أيضا مهمة وهي أنهم لا يعيشون إلا على الصراع بين أبناء القبائل خاصة يوقد الحروب ويشعل النيران بين أبناء القبائل حتى يستطيعوا أن يرقصوا على رؤوس القبائل وهؤلاء الثعابين ويشتغلوا على متناقضاتهم فهذه القبيلة يوجد لها ثأرات مع قبيلة أخرى وهذه المنطقة يوجد لها ثأرات وعدوات مع منطقة أخرى فإذا استطاعوا أن يشعلوا هذه النيران بالتالي يستطيعوا أن يكونوا هم متسيدي لأنهم هم الأقوى هم المتحكم في هذا الأمر فالآن هم يوجدوا أكبر قدر ممكن من العداوات أكبر قدر ممكن من الثارات بين أبناء اليمن فيما بينهم حتى يضمنوا أطول مدة يستطيعوا أن يعيشوا على جراحاتها وعلى آلامها لكن هناك قضية مهمة أود أن أنبه لها إخواني الكرام خاصة من يعيشون خارج مناطق الشرعية أولاً بالنسبة لمناطق الشرعية كلما استطاعتم أو كلما استطاع الحوثي أن يجلب وأن يجمع من حشد لقتالكم هو ضعف له وقوة لكم ونقصان له وزيادة لكم ودمار عليه وقوة لكم كيف؟ كيف؟ اليوم الوقت ليس في صالح الحوثي فهو مطالب من قبل المولين أن يحسن المعركة وهو مطالب من قبل اليمنيين أيضاً بحياة كريمة لأنه هو متسيد عليهم فليس أمامه إلا أن يحسم أو يحسم أو أن ينتهي لكن بقاء المشروع في مأرب كل يوم يزيد يقفون فيه يدق نعشاً ومسماراً في نعش الحوثي وكل يوم يثبتون فيه يلغون لبنة من لبنة هذا البناء الطار الذي لا أصل له لا جذور له في الأرض ولا فروع له في السماء ويقوون من أنفسهم ويقوون من عزائمهم لكن القضية الأخرى أيضاً الحوثي لا يمكن أبداً أن يتوقف عن الحرب لا يمكن أن يجعلهم يعيشوا في حياة سلام حتى لو سيطر عالياً بأكملها فسينتقل مباشرة إلى حروب أخرى مع الخليج ومع غيره لن يتوقف عن الحروب لن يتوقف عن سفك الدماء لن يتوقف عن الآلام والأوجاع فإذن لا خلاص لهم إن أرادوا سلاماً إلا بأن يتخلصوا من هذه الميليشيات أقول لهم بهذه اللغة الواضحة لا تفرحوا بقوة الحوثي وبقوة الميليشيات وبضعف الدولة فضعف الدولة خير لكم ألف مرة من قوة الميليشيات قوة الميليشيات لسفك دمائكم لا لصيانتها ولأخذ أموالكم لا لرعايتها ولنهب حقوقكم لا لحمايتها فابقوا مع الدولة فالدولة حماية لكم وصيانة أما الميليشيات فستقتل منكم من استطاعت ثم تتبرأ منكم في آخر المطار وهذا دكتورنا أعتقد قد واضح خاصة يدركونه المواطنين اللي في مناطق سيطرتهم كل هذا ينفذ يعني منهب أموال وصفك دماء وإجبار وتجنيد إجباري للأطفال والطلاب كل هذا يعني في مناطق سيطرت الحوثين أصبح واكعا نعم مشاهدنا الكرام فاصل قصير ثم نعود فابقوا معنا اشتركوا في القناة ودنا لكم مشاهدنا الكرام في هذه الحلقة من حديث العشرة فمرحبا بكم دكتور كنا قد تحدثنا قبل الفاصل بأن ميليشيات الحوثي دائما ما ينادونكم بالمتزقة وبالعملاء ونحن نرى إيرلو يعني في صنعاه هو الحاكم المطلق يعني لا أحد يجاريه ونرى تصريحات الإيرانيين ونرى احتشاد إيران وميليشياتها بالتبرعات وجمع التبرعات لهذه الجماعة هلأ يعد هذه عمالة واضحة يعني؟ قبل أن أجيب على سؤالك أخي الكريم أنا ذكرت أن الأمر أصبح واضح في قضية نهب الأموال وسفك الدماء والاعتداد على الحقوق والحريات إذا كان كل هذا يحدث والحوثي يمرغ أنفه بالتراب في صحراء مارب إذا كان كل هذا يحدث والطيران يقصفه ليلا ونهارا إذا كان كل هذا يحدث والحوثي في كل مكان منبوذ مذموم معتقر إذا كان كل هذا يحدث دول العالم محاصرة للحوثي كيف لو تمكن الأمر؟ كيف لو استطاع الحوثي أن يبسط نفوذه على اليمن وعلى أهل يمن؟ ما الذي ينتظركم يا أهل اليمن من الحوثيين ومن ميليشيات الحوثي؟ لن يكون حال اليمن بأقل سوء من سوريا ولا من العراق ولا من لبنان الذين شردوا ودمروا وهجروا وفعل بهم الأفاعيل التي لا يخطر على بال تحت مسمى طائفي وعنصري وسلالي وكل هذه المسميات استجلبت حتى تقضي على هذه الشعوب اليوم الحوثي يعلم أن مسمار النعش أو الذي سيدق في نعشه الأخير وأن الأمر الذي يقف في حلقه حتى لا يستطيع من بسط نفوذه هي مأرب وقضية بقاء مأرب مؤرقة له بشكل كبير لأنها بالفعل واقفة أمام مشروعه مشروعه العنصري الطائفي السلالي الذي يرى أنه قد تأخر كثيرا في نشره وبالمناسبة كان بعض السلاليين العنصريين الحوثيين عندما تكلم معهم بعض الناس بهذا الأمر قالوا أنتم الآن تعتدوا على الناس وتأخذوا أموالهم وكذا فقال ما قد شفتم من الجمل الذي أذنه يعني عادل مسألة في البداية ما قد شفتم ما الذي يمكن أن يحدث لكم فلذا لا يفرح أحد عندما يقال سقطت مأرب فسقوط مأرب تعني سقوط الجمهورية تعني سقوط الكرامة لا أخوف أحد في هذا الأمر بإذن الله مأرب محمية برب العالمين ومحمية برجالها وبأسها لكن قوة مأرب قوة لليمن وضعفها ضعف لليمن مأرب تقاتل عن اليمن نيابة عن اليمن من مأرب فالمعركة في مأرب ليست معركة مأرب وإنما هي معركة اليمن من مأرب ليست معركة جبل أو تلة إنها معركة الإسلام قرآن وسنة إنها معركة الكرامة والجمهورية والحرية الذي يريد الحوثي أن يدنسها أما بالنسبة لسؤالك عن قضية العمالة وإيران وغيرها فما أقرب المثال يعني على المثال المعروف يقول رمتني بدائها وانسلت نعم فأفضل وسيلة أن يتخلص العميل من عمالته أن يقول عن الآخر أنه أنهم عملاء حتى يقولوا ما فيش حد أحسن من حد إحنا كلنا كلنا عملاء مع بعض المسألة اليوم الذي يقوله الحوثي والناس أصبح الطفل الصغير يدرك هذه القضية من هو الحوثي حتى يستطيع أن يصنع طائرات ويصنع صواريخ ويصنع هذا الأمر كله الحوثي ما استطاع أن يوفر للناس شربة الحليب لأطفالهم الحوثي ما استطاع أن ينظف شوارع صنعاء أصبحت متعفنة بالزبالات وأصبحت أكوام الزبالات تقتل الناس الحوثي ما استطاع أن يوفر الناس راتب حتى يقيموا قوتهم الحوثي ما استطاع أن يوفر للناس شربة ماء الحوثي ما استطاع أن يوفر لهم كهر الله يستطيعهم بها ويتكلم عن أصبح قوة خارقة حارقة تهدد العالم من هو الحوثي حتى يستطيع أن يفعل هذا الأمر لكن الحوثي هو دمية يختفي وراءها حسن نصر الله وإيران وأنا لا أريد أن أعظم من شأن الحوثي فهو حقير وأحقر من أن يقال عنه شيء نحن بالفعل في اليمن لا يؤسفنا أن نقف أمام الأوباش حزب الله اللبنانيين أو شبيحة بشار أو الأنجاس الفرسيين لا يخيفنا هؤلاء والله لا يؤلمنا ولا يوقفنا ولا يحز في نفوسنا إلا أن يقف أمامنا إخواننا وأبناءنا من أبناء المناطق السنية من أبناء القبائل الكرام الذين يعز علينا أن نراهم مجندلين لكن هؤلاء إن أرادوا قتالا فليواجهنا وجها لوجه وسيعرف منهم اليمن ومنهم اليمنيون الحوثي هو الوجه القبيح وسيتكشف اليمنيين اليوم أو غدا مثل ما تكشف لليمنيين أن البدر كان يتلقى الدعم من الإسرائيليين 16 طائرة وحمولة أنزلت لهم المعروف وهذا الأمر أصبح معروف فعندما كانوا جاءوا إليه المرافقين حقه وحقه الخدام يقولوا يا سيدي الآن يقولوا الناس علينا كيف أنه إحنا أبناء رسول الله وبنتلقى الدعم من إسرائيل قال قولوا لهم هذه ملائكة من السماء نزلت تدعم بن رسول الله المشكلة دكتوري فبالفعل خرجوا الصباح يقولوا الناس لا إله إلا الله حتى الملائكة يقاتلوا مع أبناء رسول الله المشكلة دكتوري هو هذه يعني لازلت هذه الإشاعات حتى هذه الإشاعات التي لا تخطر على بال يعني نحن نضحك الآن لكن هناك إشاعات مثلها الآن اطلقها الحوثيين والناس يصدقوه يعني في مناطق سيطرته وينساقوا وراها مأرب قد قدمت الدرس لكل من أراد أن يتعلم فيبقى الأحمق والجاهل يتلقى عقوبته الحوثي عندما دخل وبدأ دخوله إلى صنعاه واحتلاله لليمن رفع شعارات براقة رفع شعار إسقاط الجرعة رفع شعار حرب الفساد رفع شعار المساواة رفع شعار وطني رفع شعارات كثيرة مظلومية اليمنيين كل هذه الشعارات التي صدقها كثير من المغرر بهم كنا نقول لبعض الناس الذين نرى أنهم خدعوا نقول هذا يلبس وجه غير وجهه ويتكلم بكلام غير لغته فألسنتهم ألسنت الأحلى من السكر وقلوبهم قلوب الذئاب أفعالهم أقوالهم أقوال المحبين وأفعالهم أفعال المبغضين المكرهين قالوا أنتم تتحاملوا على هذا الحوثي الحوثي يعني يمني جاء ليحكمنا ما الضير في المسألة إذا كان إنسان يمني سيأتي ليخلصنا من الجراع ويحقق لنا الأمن فلماذا تقفون أمامه؟ قلنا نحن لا نقف أمام الحوثي لأنه يمني نحن نقف أمام الحوثي لأنه يرفع المشروع الفارسي الإيراني نحن نقف أمام الحوثي لطائفيته نحن نقف أمام الحوثي لسلاليته وعنصريته نحن لا نقف أمام الحوثي لأن اسمه فلان أو فلان إنما نقف لجرائمه ولعدوانه وهذه رسالة أوجهها أيضا لأخواننا الهاشميين على وجه الخصوص نقول نحن لا نحارب الهاشميين لا نحارب أحدا ولا نعادي أحدا لنسبه ولا لإسمه إنما نعادي ونحارب كل من أراد أن يجعل لنفسه مزية وأن يتسيد علينا كائنا من كان وقد سمعت أحد قيادات الجيش الوطني يقول هذه الكلمة لو أن عبد الملك الحوثي نزل إلى مأرب وقبل أن يكون معنا متساويا في الحقوق والواجبات لقبلنا به بيننا فإن كانوا يريدوا أن يعيشوا مع الناس حياة كرماء فلينبذوا عنهم هذا الداء الذي سيصيبهم هم قبل أن يصيب غيرهم أنا أقول أن الأسر الهاشمية كثير منهم يقاتلون الحوثي وكثير منهم يرفض المشروع الحوثي لكن لا بد أن يكون لهم موقفا واضحا لأن الحوثي يحملهم ما لا يحتملون ويجلب عليهم بما لا يطيقون يحملهم ثارات سيتحملون هذه السنوات قادمة أمام الشعب اليمني بأكمله سواء من قتل معهم لأن من قتل معهم اليوم لا يتجر أن يتكلم لأنه ما زالوا في عصر النشوة لكن عندما ينكسروا غدا سيبحثوا عن هؤلاء الذين تسيدوا على الناس وأخذوا أبنائهم وأخذوا أبنائهم أين أبنائنا؟ أين أخوانا الذين دمرتموهم وقتلتموهم؟ وسيكون أيضا من المجهة الأخرى لن يكون للناس خصم إلا هؤلاء الذين تسيدوا عليهم ونحن نعلم أن الحوثي براء من الهاشمية وبراء من الزيدية وبراء من الإسلامية ومن الإسلامية المحمدية إنما الحوثي مشروع خميني سلالي عنصري طائفي لا يعترف بالدين إلا وسيلة يصل بها إلى مآربه نعم دكتور دعني أذهب مرة أخرى إلى ضيفي الآخر عبر الهتف الشيخ عبد الحق بن علي القبلي شيخ عبد الحق ونحن نتحدث في هذه الحلقة عن التلاحم يعني القبلي ومؤازرة الجيش الوطني وأيضا زج ميليشيات الحوثي بأبناء القبائل إلى محارق الموت في صحراء مأرب هناك تلاحم كبير وقد تحدث عنه العقيد نبيل إسكندر أو ضيفيه السابق ما يسر هذا التلاحم برأيك خاصة التلاحم القبلي وراء الجيش الوطني والمقاومة الشعبية والذين صمدوا وشكلوا حاج الصد لم يصدع الحوثي اختلاقه نحن مأرب مرحبا أخي العزيز أولا سيد التلاحم القبلي الكبير مع الجيش يأتي من طريق وعيهم الكبير بحقيقة هذه الميليشيات وخطرها على ديننا وتعايشنا الشلمي وهويتنا العربية ونظامنا الجمهوري كذلك إن هذا الحركة السلالية تهدف من خلال معتقداتها بأفضليتها إلى مصادرة إرادتنا الحرة في اختيار من نريد عبر نهج ديمقراطي فيها الجميع المساوين هذا هو الشر الذي يأتي من منطلق معرفة هو وعيب حقيقي وهو سبب الدافع الكبير لإلتحام القبائل بالجيش والمقاومة نعم شيخ عبد الحق لازالت الميليشيات الحوثية الإيرانية تزوج بالآلاف من أبناء القبائل وهم يقتلون يعني في صحراء مأرب يعني من طرفها إلى طرفها وهناك جبهة واسعة في صحراء مأرب ما هي رسالتك للقبائل في مناطق سيطرة الحوثيين يعني من أجل الحفاظ على أبنائهم رسالة للقبائل في مناطق سيطرة الحوثيين نقول الحقيقة التي يجب أن يعرفوها أن مأرب بعيدة على الحوثي ولا يمكن أن تصبح هذه الأرض الطيبة مهد العروبة ومن باعها وأرض العرب الأولى تحت سيطرة إيران أو أدواتها لذا من أتى إلى مأرب محارب مصيرها بلا شك مصيرها الموت لذا نقول لكم اتقوا الله في أنفسكم وفي أبنائكم وحرصوا عليهم ولا تسلموا لقابهم الميليشيات فهذه الميليشيات تزجبهم في معارك خاسره وموتهم حقك والله النهي سوءنا حتى ونأتنا مقاتلين واعد النهي سوءنا كثيرا أن نراهم قاتل في الصحاري وسفوح الجبال يزجبهم من قبل مليشيات لا تأبى الحياة أو موتهم يرجع من رجع ويموت من مات لذا اتقوا الله فأنتم تقفون في طرف خاسر ونهايته 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 اقتربت اقتربت وعليكم الحفاظ على أبنائكم فلذات أكبادكم إذا كانوا غالين لديكم ألا تجعلوهم فريسه لهذا الفكر الظل ولمليشيات تزجبهم مليشيات تنفذ أجنده خارجيه جعلت من اليمن ورقة ورقة لمصلحة ايران على طاولة المفاوضات في ينة إذن 250 ألف قتيل في اليمن بأسباب هذه المليشيات كل دهل من أجل من من أجل أن يصبح اليمن تابع لإيران وتستطيع إيران أن تجعل من هذه الدماء والتضحيات ورقة لتحقيق مصالح حفظات في ينة ضروري أن تكونوا على وعي كبير وتدركوا وأن تتقوا الله في أمسكم أما مارب فمن أتى مارب محارب فموته محقق ومحثوم ومن أتاها مشالم فأخونا ومنا وفينا وهذا ونرجو أن ونرجو أن تأخذوا هذه الرسالة بقدر كبير من مشؤولي لأنكم مشؤولين أمام الله حول ما يحدث الأبناءكم والسلام الشيخ عبد الحق القبلي كنت معي عبر الهاتف شكرا جزيلا لك دكتور نبيل هل نستطيع القول بأن مشروع إيران في اليمن دفن في صحاري مألب نستطيع أن نقول إن مشروع الحق قد ارتفع في مأرب فإذا جاء الحق زهق الباطل بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زهق الأصل سيبقى أصيل والدخيل سيبقى دخيل ابن اليمن لا يمكن أبدا أن يذل في أرضه ولا تحت سمائه هذه الأرض أرضنا وهذه الديار ديارنا هذه أرض الإسلام وديار تحمل سنة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم فهي محفوظة بحفظ الله قديما وحديثا فمأرب هي فرج الرحمن ونفس الرحمن يأتي من قبل اليمن واليمن أهل المدد والمدد دائما يكون مدد خير وبركة ومدد نصر وتمكين اليمن هي عنوان نصر وعنوان عروبة ولن يخزي الله العرب وهم شامة الإسلام في أصلهم ولا في منبعهم فاليمن لا يمكن بإذن الله عز وجل أن تكون مهبطا للفرسي ولا مرتعا لبغال حسن إرلو ومن يكون في شاكلتهم نعم في ظل التعاضد والتعاون والتلاحم المجتمعي الحاصل في مأرب سواء بين النازحين أو أبناء القبائل أو الجيش جميع من في مأرب وسكان مأرب ما هي رسالة التي تريد أن توجهها لهم أقول إن بعد العسر يسرى إن بعد الليل فجرى يقهر الأعداء قهرى المصائب يخرج من رحمها المواهب والبأس يرد اليأس وعند اشتداد الظلام يأتي الفجر بإذن الله تبارك وتعالى اليوم مأرب تهيأ لأمر عظيم والأمر العظيم ثمنه غالي اليوم مأرب تتهيأ لأن تكون فاتحة نصر ليس لليمن فقط وإنما فاتحة فرج على كل العرب الذين آذتهم إيران بأدواتها وبمليشياتها وهذا الأمر لا بد أن يصنع صناعة حقيقية ولا بد أن يهيأ تهيئة كاملة فمن نزح فليصبر ومن اعتدي عليه فليصبر ومن قتله الشهيد فليصبر فإن الدين الله علينا غال وإن الحرية والكرامة علينا غالية كذلك وتلك الكلمة الرائعة التي كان يقولها البردوني رحمه الله وهو يقول شوطنا فوق احتمال الاحتمال فوق صبر الصبر لكن لا انخذان نغتلي نبكي على من سقطوا إنما ننضي على درب المجال دمنا يهمي على أوتارنا ونغني للأمان بانفعال مرة أحزاننا لكنها يا عذاب الصبر أحزان الرجال مذ بدأنا الشوط جوهرنا الحصى بالدم الغالي وفردسنا الرمال وإلى أين عرفنا المبتدأ والمسافات كما ندري طوال طوال دكتور في ظل هذه التضحية الكبيرة التي قدمها اليمنيون في مأرب للدفاع عن مأرب أو أيضا التي ستكون منطلق لتحرير الجمهورية بإذن الله ما الذي يجب على اليمنيين جميعا يعني خاصة في هذه المرحلة تجاه مأرب التي تعدى الآن هي أساس الجمهورية والركيزة الأولى والقلعة ربما الأخيرة يعني إذا لا قدر الله حصل سوء أنا أقول أولا أستسمحك عذرا لا نسمح أن نقول مأرب القلعة الأخيرة ولا نتكلم عن سقوط مأرب بل مأرب ستفتح صناعة ومأرب ستكون بوابة اليمن اليوم قتالنا مع الحوثي ليس قتال تبه ولا جبل ولا شعب ولا وادي اليوم مشروع يواجه مشروع وعقيدة واجه عقيدة وفكر يواجه فكر نحن نرفع راية محمد بن عبد الله وهم يرفعوا راية الخميني ونحن نرفع دين الإسلام وهم يرفعوا دين الرافضة دين المتعة نحن نرفع شعار العرب والعروبة وهم يرفعون شعار المجوسية هذا هو المشروعين الذين يتواجهان من المعيب أن نقزم الحدث في قضية تبه أو جبل أو غير ذلك لكن اليمن تقاتل بأكملها لكن معركتها في مأرب وستنتصر اليمن بإذن الله تبارك وتعالى ما الذي يجب على اليمنيين الآن؟ اليوم الكل لا بارك الله في يد لا تمتد في هذا الوقت لا بارك الله في رجل لا يقاتل ولا يبدل من نفسه وماله لا بارك الله في مال يبخل به في مثل هذه الساعات الواجب أن ننثر جميعا بكل ما نملك صغارا وكبارا عسكريين ومدنيين كل يعطي مما أعطى الإعلامي في مجاله والعالم في إعلامه والمقاتل بقتاله وكل الكل نستنفر خفاظا وثقالا فإذا بذلنا ما نستطيع سيبلغنا الله ما لا نستطيع والمسألة الأخرى أيضا إخوانا الذين في المناطق التي سيطر عليها الحوثي نعم الرسالة واضحة أحيانا البعض يتصل ببعض إخواني في مأرب فيقول والله إحنا خائفين عليكم خائفين علينا؟ لا والله إحنا والله إلي خائفين عليهم في صناعة لماذا؟ لأن الحافظ كتاب الله الذي يدافع عن كتابه وفر من أجل قرآنه لا يخاف عليه لأن صاحب الشرف والكرامة الجندي والقائد الذي يدافع عن كرامته وجمهوريته لا يخاف عليه لأن الذي يحمل صحيح البخاري ومسلم فيقاتل من أجل سنة محمد بن عبد الله لا يخاف عليه إننا نخاف على من يموت تحت راية الخميني وفي جند حسين حسن أرلو وليكون عبدا خادما ويعبد الناس للعبيد بعد أن جعلهم الله عبادا له هم يقولون إحنا خائفين على مأرب خوفنا على صنعاء ليس على مأرب لأن مأرب اليوم شامخة صامدة تؤدي واجبها وتقوم بفرضها اليوم نحن نخاف وحزينون والله حزنا على صنعاء التي بدلت عروبتها بالفارسية وسنة نبيها بالخمينية وبدلت مناهجها الكريمة بمناهج العبودية نحن حزانة على صنعاء وعلى صعدة وعلى هذه المناطق التي بدلت مساجدها بالحسينيات وبدلت دور القرآن بأماكن التي يقلع فيها ملازم حسين الحوثي الشعوذة والتي ليس فيها إلا شعوذة وخرافة هذا هو الأمر الذي نحزن عليه فأقول قاوموا كل صاحب دين يجب أن يقاوم من أجل دينه لا يظن أن الحوثي سيتركه الحوثي سيطمس معالم دينه سيطمس معالم القرآن وسيطمس معالم السنة ولن يبقي لكم مجالا لتتكلموا بدينكم خاصة من هم على مذهبي وعلى كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أقول لأبناء القبائل قاوموا لأن الحوثي إذا تمكن لن يترك أحدا منكم حرا بل سيجعلكم جميعا عبيدا أقول لأصحاب المصالح قاوموا لأن الحوثي إذا تمكن سيجعلكم جميعا فقراء فهو يعيش تحت مبدأ جوع كلبك يطبعك أقول لأبناء اليمن المتعلمين قاوموا لأن الحوثي مشروع جهل لا يمكن أن يسمح لكم بأن تتعلموا أقول لكل الشرفة قاوموا إذا أردتم أن تحافظوا على شرفكم وعلى كرامتكم وعلى يمنيتكم فأكثر ما يمكن أن يمنحه لكم الحوثي في حال سيطرته هو ما منحه أجداده الحسن الهبل الذي قضى عمره كله وهو خادما لهم في الأخير أعطوه شرف أن يكون كلبا لآل البيت فقالوا حسن الهبل قطمير أي كلب فإذا كان قطمير صاحب الكهف قالوا هذا قطمير آل البيت هذا هو الشرف الذي منحه أن يكون كلبا عند آل البيت بموقف قاوم بكلمة قاوم لا تحضر معهم اجتماعا لا تبذل لهم مالا لا ترفع لهم ابتسامة لا تقف معهم موقفا حاول ما استطعت أن تردعهم وأن تردهم فإن لم تستطع فحافظ على أسرتك لا ترسل أبنائك معهم إذا اضطررت أن تذهب بأبنائك إلى المدارس الذي يعلمون فيها التشيع تعلمهم الفكر الصحيح درسهم الفكر الصحيح قاطعوا مساجدهم قاطعوا مدارسهم قاطعوا أماكن تجمعهم قاوموهم بكل ما تستطيعوا أن تواجهوهم به فهم مشروع فناء لا بقاء له بإذن الله الدكتور العقيد نبيل اسكندر نايم مدير دائرة التوجيه المعنوي شكرا جزيلا لك على ما تفضلت به في هذه الحلقة شكرا جزيلا لك الشكرا أيضا موصول لكم مشاهدنا الكرام على كرام المتابعة دمتم ودام الوطن بألف خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة